يا حبيبي مهما كنت محبوبا بين الناس سوف تجد مريضا نفسيا يكرهك بلا سبب شئت أم أبيت هناك من يموت حقدا بسببك ويا صديقي لا تسمح لأي إنسان كائنا من كان أن يستهزئ بك فأنت لست بفاشل وقل له كما تراني أراك مهما كان مستواك حياتك الشخصية خط أحمر إياك أن تقبل الإهانة على نفسك في سبيل الحفاظ على زواج أو مال أو شغل كرامتك رأس مالك الله خلقك كريم والله هو خير الرازقين فلا تسعى لإرضاء أحد فإرضاء الناس غاية لا تدرك لا تجعل همك هو حب الناس الإنسان الذي يبني لنفسه مجدا لا يلتفت لكلام الناس والله لو علمت السرعة التي سينساك بها الناس بعد موتك لعشت حياتك كلها لله فعليك بالتطنيش فالتطنيش فن نراق لا يتقنه إلا محترف السعادة وإياك أن تندم أنك عاملت الناس بطيبة قلبك وصفاء نيتك يكفي أن الله تبارك وتعالى يرى خالص نواياك وعلى نياتكم ترزقون ومن عاش بصفاء نية نجاه الله من كل بلية ومن عاش بالمكر مات بالفقر وضع هذا الكلام حلقة في أذنك لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا راحة في الدنيا ولا راد لقضاء الله وقدره ولا سلامة من ألسنة الخلق سيقال عنك ما ليس فيك فيا حبيبي بالله عليك إن لم تكن تعرفني فأكرمني بحسن ظنك يا أهلين اتقوا الله فينا ولا تقولوا عنا ما ليس فينا اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا وفي النهاية أتمنى الشفاء العاجل للمصابين بمرض الغل والحقد والحسد وكراهية الخير للناس اللهم من كان في نيته سوءا لنا فلا تجمعنا به يا ربنا لا صدفة ولا حلما ولا واقعا اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنا على إكرامه ومن أراد بنا شرا فأشغله بنفسه واصرفه عنا